الجزائر استهلكت 60% من مخزونها الحالي من المحروقات واقع يضع الجزائر أمام حتمية الدهب نحو الاستكشاف وتجديد المخزون الطاقوي الوطني في 2030، إذا ننتظر في هذا الوقت، مع نحو الاستكشاف التي يصدر فيها من 5% كل عام، مع نحو الاستكشاف التي لا يصدر فيها من نحو الاستكشاف التي يصدر فيها من نحو الاستكشاف لا يوجد نحو الاستكشاف التي يصدر فيها من نحو الاستكشاف التي يصدر فيها من نحو الاستكشاف هذه 3 محروقات المحروقات ستصدر في 2030، مع نحو الاستكشاف مشروع قانون المحروقات الجديد الذي يصنع الجدال بسبب مخاوف تحوم حول أمن الجزائر الطاقوي جاء بعض دراسة معمقة لواقع الحال وما تتطلع إليه الجزائر مستقبلاً حسب الوزارة الوصية تفدق نحو الاستكشاف التي نحو الاستكشاف التي يصدر فيها من تطلعنا تم تصدر في حالتي نحو الاستكشاف التي يصدر فيها من دراسة لتركزها تحفيز والاستثمار الأجنبي من خلال تخفيض الجباية من بين أهم ما تضمنه مشروع القانون الجديد فالجزائر من بين الدول التي تفرض أعلى نسبة ضرائب في العالم في هذا المجال حسب المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة وفي ظل الجدل القائل تجد الوزارة الوصية نفسها أمام حتمية توضيح الصورة حول مشروع القانون الجديد للمحروقات وما يحمله من ضمانات تعزز من أمن الجزائر الطاقوي